النهاردة هنتكلم عن تسريبات الحلقة السابعة من مسلسل حيرة جمال بيعمل مفاجأة فريدة بيفجأها وبيحضرها الفطار في الجنينة وساعتها بيشوفهم كمال وهي خرجة بالبيجامة بيقول جمال ما أقول هتاخدها كده بيفجأها بالفطار وبيقول يا ريت بعد ما نتجوز تعملني فطار زي ده وأعود أكل مع عروستي جميلة أما بالنسبة لصمر وسهيل بيتفقوا ازاي انتقموا من العدنان عن طريق سرقة القماش من المخازم واللي بساعتهم في كده سليم بيبدأ ان هو يسرق القماش من المخازم كمال بيفكر في روايدة مش مهتمة أبدا بهنت روايدة بتقول لأمها ترتاح وما تتعبش نفسها سهيل بتزعل من كلام أمها وبتروح وبتقفل بابة عن نفسها جمال بيشوفوا الحاتم مش في ايد فريدة بيقول لها معجب كيش الخاتم أنا تلوحل مديحة بتقول لوفاء ما تقولش لأبوها ان فريدة وجمال بيفطروا مع بعض وإلى حتبقى مشكلة كبيرة جدا أمه وسام بتقدم الشاي وعدنان بيقول لها فريدة مش بتساعدك ليه قالت هي نيمة تعبانة هي مش هتقطع نفسها برضو أنا أهو بعمل أهو يعني كل حاجة لوحدي الكل بيخاف لعدنان يعرف ان جمال وفريدة بيفطروا مع بعض في الجنينة أما روايدة بتتصدم لما بتلاقي وسام هو اللي على التاكسي ومش كمال وبتصر كمال تتفعله الفلوس كمال كان قاعد مع هند بس بيفكر في روايدة وفريدة بتوصل جمال بعد الفطار لحد الباب وبعد كده بتدخل أول ما عدنان بيفتح الباب بيشوفها قدامه والبجامع بيتصدم طبعا وبيقول هي دي اللي قلت ليها تعبانة كنت فين بالضبط وإلى خلاك تخرجي جينينا بالشكل ده عدنان بيوبخ فريدة ويقول لها أنا مش هقولك كنت فين لكن هقولك إن البدة ليه قواعد لازم تحترميها لازم تسمعي كلامي من هنا ورايح لازم بتعملش أي حاجة من ورايا بيوبخها وبيهزقها وبتبقى مش قادرة تعمل حاجة غير إنها تعيط وبتحول مديحة إن هي تهدي بوزها ويتقول إن هي كانت في الجينينا مش أكتر ما عملتش حاجة أما سمر فبتحول إن هي تتقرب من جمال لكن هو برضو مش مهتم بيها لإنه بيفكر في فريدة وبس سليم بيبيع القماش المسلوق وبيقبض الفلوس وساعتها كان متركب له كاميرا ورصد كل حاجة وهو بيسلم القماش وبيقبض الفلوس بعد كده سليم بيكلم سهيل وبيطمنه إن الموضوع مشي وخلاص كله تمام لاي بعد كده روايدة بتتصل بكمال وكان موجود مع هند كان بسجلها كمان باسمه وسام قالت لما ترد عليه رد كمان وقال لهند مش وقته وبأكلمه بعدين كانوا الاتنين مع بعض في العربية بره واحدة بيقف وبيضرب فرامل واستنهى بينزل عليه موية بتبقى متضايق أكيداً وتقول له أقف على جنب علشان أتخذ المحل وأشتري حاجة لبسها بالصدفة المحل ده بيكون فيه روايدة اللي هي شغالة فيه يعني بترحب بيها طبعاً ما تعرفش اللي هي هند ولا تعرف ان كمان أصلاً مستنيها بره في العربية بتاعته ولا تعرف ان كمان فقير وعلى قد حاله مش بيشتغل على تاكسي والحاجة يا فكره ان هو فقير وعنده تاكسي بيشتغل عليه فريدة بتبكي وفق بتحاول تهديها بتقول لها انها لازم تصبر على كل اللي حصل ده سمر مع جمال بتوري له التصميم وعدنام بيشوفها وبتقوله ان هي ناقة اللي تنبالح البيت الجديد وان هي راحت وطرفت على أهله كمان وعلته وسام بيصور سليم وبيقبط فلوس القماش علشان يمسك عليه زلة ويمسك عليه حاجة علشان يقدر يقول له نفز أي طلب يقوم ينفزه على طول وساعتها بيوري الفيديو ده ليه سمر وبتفرح جداً طبعاً لان الخطة ماشية تمام هند بتختار في وسطان بتزعر لرويدة مش بتعجبها لحاجة أبداً من المحل كمال بيتصل بعد كده بتقول له انت سايق طبعاً هو ما يعرفش ان هند أصلاً موجودة جوة عندها قال لها اه أنا نزلت الشغل وان هو هياهتزر لانه مش هيقدر ييجي يقابلها النهارد لانه ورا شغل فريدة بتعيط كمال بيتصل بيها مش بترد عليه هند بتعمل روايدة وحش الهدوم مش بتهجبها بترملها فلوس ومش بتاخد الباقي وبتمشي هند بتنسى حاجة من هدومها بتحاول روايدة تيجري وراها علشان ترحاها لكن مفيش فايدة كان كمال ركب هند العربية ومش بأطول وده طبعاً كان في صالح كمال علشان روايدة ما تعرفش ان هو كمال اللي موجود جنب هند وان هي حطبته كلام ده سوهيل بيتصل بسليم وبيقول له تعالى للمكتب اما جمال بيروح علشان يوصل صور روايدة عنده وسام بيتصل بكمال وبيعرف ان هو مش فاضم ان هو راح السينما مع خاطبته او حاجة زي كده فطبعاً بتتدايق جداً روايدة بتقوم تمشي وقعت الكتب بتاعتها من دوت طرها بتلم الكتب وبتاخد الورقة اللي وسام كان بيكتب فيها الخواطر والحاجات ليها بيقول لها ان دي ورقتي وبياخدها منها قبل ما تقراها لكنها كانت متضايقة جداً ومشيت فوسان فكر ان هي متضايقة علشان ارد الكلام وحاسد ان الكلام ده الوحدة تانية سوهيل بيوري لسليم الفيديو بيهدده بيقول انا هعملك اللي انت عايزه قال له خلاص انا ممكن انسى كل حاجة وابس هالفيديو بس بشرط تهم اللي انت عايزه هتنفزه قال له انا ملكك اللي انت عايزه هعمله سمر بتتصل بجمال وبتقول له ان هي سمعة اصوات من جوه البيت وخايفة جداً علشان ييجي وتخليه حبها وتبدأ تقرب منه بيروح له على طول اما عسان بيفكر في روايدة وروايدة ما تفكر تتصل بكمال وكمال بيسيب هند وبينزل علشان يروح ويقابل روايدة وسام فكر ان الروايدة مشت علشان خاطر كانت زعلانة علشان شافت الرسالة فكرت ان هي لحد تاني وان هو بيحب حتى غيرها علشان كده قرر يروح لها بيقول لها كل حاجة ويعترف لها كمان بحبه بيروح فعلاً وسام واللي كان فكر ان الروايدة مشت علشان زعلانة من الرسالة بيقول لها ان الرسالة دي صحة وانها مش لحد تاني ان الرسالة دي كتب عليها فعلاً بيعترف لها ان هو بيحبها جمال بيقعد يشرب القهوة مع سمر وساعتها لما بيلاقيها عايزة تقرب منه بيحاول يقفل في الموضوع ويقول لها ان هو بيحب فريدة وان هو يا فريدة دي احسن حاجة عنده ما يقدرش يستغنى عنها ولا يسيبها في يوم من الايام وان هي عوضته عن حاجات كتير حصلتلك حياته وسام بيعترف بحبه درويدة وبيقول ان هو بيحبها يفتكر كمان ذكريات كتير بينهم بيقول لها ايام ما كنا صغيرين وبيقول لها حاجات وذكريات حصلت بينهم زمان روايدة الباب بتقطع مش قادرة تقول له اي حاجة وسام بس بيحكي وبيعترف لها ان هو بيحبها جدا وان كل كلمة قارتها في الرسالة كانت صحة هي اصلاً ما قارتش الرسالة ولا اي حاجة هي ما اخذتش بالها لانها كانت متضايقة من موضوع كمان علشان كده مش عارفة تقول له ايه وان برأيته مصر على انه يعترف لها بحبه ومنجاره في مشاعره قالت له انا ما شوفك اخويا انا عودي ما فكرت فيك وده اللي بيخلي وسام يصدر وبيسيب مكانه بيمشي اما بالنسبة لكمال بيروح علشان نتكلم مع روايدة بعد كده بيسمع كلام بينها وبين امها بتقولها بتحبي كمال قالت لها مش حب ولا حاجة اعتقد ان ده مش حب لانها طبعا كانت زعلنا جدا منه وفاكنا ان هو بيغدعها بسبب اللي حصل وبسبب اللي عرفته منه سامعا كمال كمال لما بيسمع الكلام ده وان هي مش بتحبه ولا حاجة كان ناوي يدخل جوه عند البيت ويتكلم معاه لكن للأسف مشي وما قداش انه يدخل والفيديو بتاع بيخلص يا رب يكون نالاعجب ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد يا رب يكون كل شيء واي باي 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 اشتركوا في القناة